سنة مرت على محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تلبية لدعوة الرئيس، بدأت تركيا إحياء فعاليات هذه الذكرى المستمرة لستة أيام في البلاد تحت عنوان صون الديمقراطية عام حمل معه العديد من التغييرات لتركيا والأتراك فرد حالة التوارئ في تركيا القائمة حتى الآن تغيير دستور البلاد بعد استفتاء وافق على تعزيز سلطات الرئيس التركي وحملة واسعة لتطهير نحو 150 ألف شخص واعتقال 50 ألف من الجيش والشرطة وقطاعات أخرى من بين من شملهم هذا القرار أكثر من 2300 شرطي ونحو 300 من أساتذة الجامعة كما تم جرد أزيد من 340 ضابط الشرطة والجيش من رتبهم وسائل الإعلام هي الأخرى لم تسلم من هذه الإجراءات فقد أغلقت السلطات أكثر من 150 وسيلة إعلامية اتهمت بسلتها بالإرهاب وألغت اعتماد 750 صحفي وفق مديرية الصحافة التركية كما سجنت أكثر من 160 صحفي حسب الاتحاد الأوروبي للصحفيين بالنسبة للحكومة هي إجراءات ضرورية لمواجهة التهديدات الأمنية للبلاد لكن معارضي أردوغان يقولون أن الرئيس يستغل الحملة للتخلص من المعارضة السياسية في الخامس عشر من يوليوز من العام 2016 شهدت أكبر مدينتين في تركيا هما العاصمة أنقرة وإسطنبول محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش قتل خلالها حوالي 250 شخصاً والمتهم الرئيس بالنسبة لتركيا هو الداعية فتح الله قولن رغم نفيه المتكرر لها من إقامته في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر